أهلاً بكم في محورنا الثاني اختحامات للمسجد الأقصى بدأت صباحاً اليوم تدنيس جديد والقراءة في الملف تذهب نحو ثلاثة الموقف الأردونيزية التصعيد الحكومة اليمنية وتطرف الملموس على الأرض نتنياهو وتغيير وضع القائم لما هو أسوأ الحديث أكثر أرحب بضيف الكرام أستاذ حمادة فراني الكاتب والمحل السياسي أستاذ حمادة مساء الخير أهلاً بك نور يا مرحبا وسنضر إلينا أيضاً الدكتور أحمد عوض الكاتب والمحل السياسي من مكتبين في رمالله دكتور أحمد مساء الخير مساء نور أهلاً بك وأيضاً سيكون معنا عبر الهاتف الشيخ عكرم صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك وأبدأ منك أستاذ حمادة قراءتك لما حدث اليوم ورسالة الاحتلال من اختحامات اليوم تحديداً نعم اختحام اليوم من قبل بن غفير قد يكون عادي يعني ليست المرة الأولى أولاً لبن غفير سبق مرات عديدة حينما كان نائب في البرلمان وقبل أن يكون نائب في البرلمان وأيضاً على المستوى الوزراء سبق وفعلها شارون حينما كان زعيم المعارضة في شهر ديسمبر سنة 2000 ولكن تلك الاقتحام أدى إلى انفجار الانتفاضة الثانية شبه المسلحة وأدت إلى انحسار الاحتلال الإسرائيلي عن قطاع غزة بعد فكفكة المستوطنات وإزالة قواعد جيش الاحتلال عن غزة ولكن الإجراء الذي قام به بن غفير اليوم هو إجراء عادي ولكن خطورة هذا الإجراء أنه جاء خطوة أولى في سلسلة خطوات ضمن برنامج سياسي متفق عليه في الائتلاف الرباعي الذي يقود هذه الحكومة حكومة نيتنياه واللي هي الليكود والصهيونية الدينية وحركة شاس ويهود التوراة هذه الأحزاب الأربعة هي المشكلة للحكومة وهي تعبير عن يمين متطرف وديني متشدد الذي حصل في انتخابات 1-11 لدى المستعمرة الإسرائيلية انقلاب سياسي ثاني بتاريخ هذه المستعمرة الانقلاب الأول حصل عام 77 حينما نجح الليكود لأول مرة من عام 48 نجح بقيادة مناحن بيجن ومن ثم إسحاق شامير ومن ثم نيتنياهو ومن ثم شارون وهكذا فعام 77 كان الانقلاب الأول والذي حصل في 1-11-2022 هو الانقلاب الثاني بصعود اليمين المتطرف اليمين المتطرف ماذا يعني؟ يعني أولا فيما يتعلق بالمناطق المحتلة عام 67 أن القدس الموحدة هي عاصمة المستعمرة الإسرائيلية ثانيا أن الضفة الفلسطينية ليست فلسطينية ليست عربية ليست محتلة هذه يهودة والسامرة أي جزء من خارطة المستعمرة الإسرائيلية وهنا الخطورة في هذا البرنامج ومن هنا إجراء أو خطوة بن غفير تمت الآن قبل أن تتم هذه الخطوة بالأمس مساء وبالليل متأخر كان لقاء رباعي نتنياهو أن بن غفير ورئيس الشين بيت والمخابرات الإسرائيلية والشرطة واتفقوا على هذه الزيارة لأن تكون هذه الزيارة قصيرة يعني استغرقت 17 دقيقة فقط دخل من باب المغاربة وخرج من باب السلسلة بابين مقريبين من بعض ولم يقم بأي إجراء سوى المرور من أجل محاولة أن لا يكون هناك ردود فعل عنيفة حادة ولكن هذا الإجراء الحقيقة كما قلت هو بداية سلسلة من الإجراءات المتوقعة من قبل هذه الحكومة والتعامل مع المسجد الأقصى كما قال بن غفير أنه متاح للجميع أي بمعنى للمسلمين والمسيحيين واليهود الآن ما هي قيمة المسجد الأقصى أولا المسجد الأقصى مسجد للمسلمين وللمسلمين فقط كما الكنيسة للمسيحيين كما الكنيس لليهود كما الخلوة للدروز أنا كمسلم لا أقبل لنفسي أن أسيء أو آذي الكنيسة أو الكنيسة أو الخلوة ولذلك يجب أن يحترم هذا المسجد فقط أولا لأنه مسجد للمسلمين ثانيا هذا المسجد مقدس عند المسلمين هذا ثاني المسجدين ثالث الحرمين مصر سيدنا محمد ومعراجه بالتالي هذا مقدس لكل المسلمين في العالم ثالثا هذه الإجراءات تتعارض مع قرارات المتحدة سواء مجلس النار الأمن الجمعية العمومية أو اليونسكو أو لجان حقوق الإنسان وبالتالي يعني هذا كلمة استفزاز قليلة وضعيفة أمام هذا الإجراء لذلك البيان اليوم الذي صدر عن الحكومة الأردنية أنه هذا سأسألك عن بيانات أستاذ حمادة أنت كرمت والمواقف اتجاه ما حدث اليوم لكن قبل ذلك سمحني أن أرحب بخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكريمة صبري الشيخ عكريمة مساء الخير مساء النور تفضل أخي الكريم أسمع تعقيبك وتعليقك على ما حدث اليوم في المسجد الأقصى المبارك شيخ عكريمة نعم بسم الله الرحمن الرحيم نشير إلى ما حصل أمس مما يعرف بالتفاهمات ما بين المدعون التزنياه والمدعو بن جفير بأن بن جفير يؤجل اقتحابه للأقصى فيما بعد وقلنا أمس بأن هذا الاتفاق هو تمويه وهو كذب وباطل وغضر فيه غضر وفعلا حصل اليوم الاقتحام يعني حصل ما كنا نتوقع ويريد بن جفير أن يثبت بأنه صاحب صلاحية ويريد أن يظهر عضلاته بهذه الاقتحامات بهذا العدوات ظن منه أنه سيكسب شعبية عند الشارع الإسرائيلي كان مجيئه أولا بشكل مفاجئ شيء آخر جاء صراحا مبكرا وكان الأخصى خاليا من المسلمين في هذه الفترة فبالتالي هو اقتحم مع الحراسة المشددة وهذا يعني أن الحكومة الإسرائيلية هي التي رتبت له هذا الاقتحام لأن بن جفير غيره لا يجرؤ أن يدخل الأخصى ويختحم الأخصى دون حراسة مشددة فحصل الغدر والغدر شيمة الجبناء ولن يكسب أن يحقق في الأخصى بهذه الغدرسة وخطط من جفير الآن أنه يريد أن يحقق أهدافه العدوانية بتنفيذ 11 بندن بشكل تدريجي لأن الاحتلال قد فشل في عام 2017 قرض السيادة الإسرائيلية على الأخصى وحصل تهبة البوابات الأكترونية كما هو معروف منذ ذلك التاريخ والاحتلال يسعى إلى الهيمنة على الأخصى بشكل تدريجي ويستغل الأعياد اليهودية حتى يحقق مكاسب متعددة والآن ابن جفير يشعر بغطرسته بأنه قادر على تنفيذ المخطط الحدواني بالتقسيم الزماني والمكاني ونحن وإياه والزمن طويل لن يتمكن بن جفير تحقيق أهدافه التوسعية مصلقة بالأخصى نعم أشكر كل الشكر خطيب من جد الأقصى مبارك الشيخ عكرمة صبري كنت مانع عبر الهاتف أنتقل الدكتور أحمد عوض موقف الشيخ عكرمة واضح الأستاذ حمادة يتحدث عن حكومة احتلال هذا مبدأها هذا ديدانها وهذا ما سيكون خلال قادم الأيام وهذا ليس أول اختحام ولن يكون الأخير اليوم كيف تقرؤون ذلك وكيف هو رد فعل الشارع فلسطيني انتجاه هذا الاختحام مساء الخير مرة أخرى خطورة ما يجري صعيدة خطورة متنامية الحكومة الفاشية الحالية تريد أن كأي فاشي آخر التجربة الفاشية معروفة تاريخيا هي تريد أن تستغل الوقت وتستغل أقصى ما يمكن للقوة وأن تحسم تحسم بسرعة ولهذا السبب زيارة هذا الرجل وهو رجل يعني بلطجي يحب التلفزيونات شعبه تماما سطحي تماما ولكن هذا هي إسرائيل التي تتدهور بعد 74 سنة بدل أن تنضج وأن تفتح يعني نوافذ للتواصل إلى آخره لكنها تتحول إلى أن تكون أكثر الإزالية وأكثر عدوانية وأكثر فاشية وبالتالي أن يكون زعيم أحد زعماء إسرائيل هذا الجيل مثل جيل سموتريتش جيل بنكفير عمليا نحن أمام زعامة منخفضة ليست رجال دولة شعبويين تماما نغرب هو أول أيام يعني بعد وشكاعد على مكتبه في الوزارة عمليا يذهب إلى الأقصى لأنه هنا الخطورة عمليا الخطورة أنه هذه الزيارة تأتي من أجل أولا تخدير الوعي تخدير وعي الناس الإعلام الفلسطينيين العرب المسلمين أنه الزيارات هذه ستتكرر تماما على مستويات وبمنهجية حكومية وتغطية حكومية المسألة الأخرى والتي هي المتنامية أنه ما يراد للأقصى هو أنه يصبح كالحرب الإبراهيمي الشريف في الخليل بمعنى التقسيم الزماني والمكاني الحقيقي بمعنى أنه الزيارات بسموها الزيارات هي اقتحامات لأن تأتي بالشرطة هم لا يأتون كزوار زوار أهل المسألة لكن هم يأتون كمحتلين كمحتلين مرفوضين هم يريدون أن تصبح هذه الاقتحامات عادية في أي وقت الأوقات يريدون أن يقتسموا المكان حقا في كل الأماكن حتى في السبت والجمعة وفي عياد المسلمين عمليا هم يريدوا أن يفرضوا الوجود ومش بس هيك مع التراتيل مع الطقوس مع الكرابين النباتية والحيوانية هذا الأمر عريضة قدمت من جهة حاخمية توراتية متطرفة إلى الأجهزة الحكومية الإسرائيلية من أجل تثبيتها زيارة هذا الرجل مش زيارة الاستعراض فقط والاستفزاز فقط لا هي زيارة لتثبيت حالة قادمة ولهذا السبب الغضب اللي صار الغضب اللي شافوا اللي عبر عنه الفلسطينيين الأشياء في الأردن في العالم العربي في العالم الإسلامي هذا مهم جدا جدا مهم جدا أن يكونك رد حقيقي وغضب حقيقي لأنه هذه الزيارة مش بس استفسازية ولا بس استعراضية هذه تعبير عن والسياسة مرسومة دقيقة ومش بس هيك مرة أخرى زي ما بدرجع على قصة الفاشي الفاشي يريد أن يحقق أهدافه بأسرع ما يمكن خاصة أنه هذا الرجل بيشوف حاله أنه هو مبعوث العناية الإلهية لتحقيق عودة المشيح نحن نتحدث هنا عن فكر داعشي حقيقي فكر حخامي توراتي حريدي حسيدي يعني متقدم لا يرى أحدا الكلام ليس هنا عن تسوية ليس هناك عن كلام عن تفاوض ليس هناك عن إمكانية إعطاء الفلسطينيين أي شيء لا هو رغبة في الامتلاك الكامل والنهائي هنا الخطورة حقيقة نعم أشكرك كل شكرة أحمد بقى معي سأعود لك أحمد المواقف العربية التي حدثت اليوم الموقف الفلسطيني كل هذه الأمور مدعاة تساؤل رأيك شكرا الذي حدث اليوم الحقيقة أوكي بيانات شجب واستنكار وإلى آخر ولكن الحدث الوحيد أو الإجراء الوحيد أن الرئيس الفلسطيني سيتوجه إلى مجلس الأمن ولكن قبل مجلس الأمن الحقيقة يعني يجب أن نتذكر أن الموضوع الأساس هو لدى الفلسطينيين والموضوع الأساس لدينا كأردنيين باعتبارنا الرافعة الداعمة المساندة وأيضا هذا جزء من الأمن الوطني الأردني وجزء من العقيدة السياسية للأردنيين والدينية وبالتالي الوصاية الهاشمية والرعاية الأردنية ليست بمثابة إجراء شكلي إجرائي بل هذا شيء جوهري وبالتالي اهتمام رأس الدولة في هذا الموضوع يعكس هذا الاهتمام وهذا الجوهر الآن يجب أن نتذكر ما حصل من قبل الأردن سابقا من أجل عقد المقارنة والمطالبة من جانبي للحكومة الأردنية أن لا يكون الأمر مقتصرا على البيان في 6-12-2017 أعلن الرئيس ترام الرئيس الأمريكي المهزوم ترام أن القدس المواحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية الأردن شكل رأس حربة سياسية أنا ذاك في دعم الموقف الفلسطيني وفي رفض الموقف الأمريكي ماذا حصل ماذا فعل الأردن أولا 6-12 بعشرة 12 دعا وزير الخارجي الاجتماع طارق الوزراء الخارجي العرب في القاهرة 2- رأس الدولة جلالة الملك سافر إلى أنقرة واتفق مع رئيس أردوغان وعقدوا قمة إسلامية طارئة في اسطنبول بـ 13-10 يعني بعد أسبوع 3- مجلس النواب الأردني دعا الاجتماع طارئ لإتحاد البرلماني العربي عقد في الرباط في 18-12 4- الجمعية العامة الأردن ودولة الكويت رئيسة المجموعة في ذلك الوقت دعوا الاجتماع للجمعية العامة الأمم المتحدة هذه الإجراءات الأربعة الحقيقة أصدرت بيانات ومواقف وسياسات تؤكد عن القدس ودور القدس إلى آخرين وأيضا في 28-1-2000 حينما أعلن الرئيس ترامب مع نيتنياهو في واشنطن صفقة القرن أيضا الأردن اتخذ سلسلة من الإجراءات بدون ما أعيدها وذكرها إذن اليوم يجب أن ننظر إلى هذا الإجراء وخطورته أنه هذا الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات التي تستهدف كما تفضل ضيفك من القدس من فلسطين بتقاسم الزماني بالعمل على التقاسم الزماني والمكاني كما فعلوا في المسجد الإبراهيمي في الخليل من هنا يجب أن يكون هناك إجراءات عملية ملموسة في مواجهة هذه السياسة وإلا في يعني أن ينظر لها إنها باعتبارها إجراء و و و وانتهى وإلى آخر لا هذا جزء من سياسة مبرمجة من اتفاق مكتوب ومعلن بين الأحزاب الأربعة وخاصة بين اللوكود وأحزاب الدينية أحزاب الحركة الاتلاف الديني الصهيونية وهو تكتل برلماني من بن غفير و سوموت ريتش لذلك يجب أن ينظر إلى هذا الإجراء بخطورة وهذه الخطورة تتطلب إجراءات عملية ملموسة لذلك للتأكيد على يعني ما أقوله في قراءتي لخطورة هذه المسألة لندقق باللقاء الذي وقع بين رأس الدولة جلالة الملك والتلفزيون الأمريكي رأس الدولة قدم رسالة بعث رسالة للأمريكان وللإسرائيلين بشكل خاص وتحدث بشكل واضح أنه هذه تجاوز للخطوط الحمر لن أتحدث مع الأسف عن الإعلام الأردني الذي لم يتناول هذه الرسائل بالأهمية التي أطلقها رأس الدولة جلالة الملك ولكن أريد أن أعتمد على الإعلام الإسرائيلي الذي أتابعه يوميا الإعلام الإسرائيلي اتخذ بشكل عام موقفين تجاه خطاب رأس الدولة ورساله أول جزء من الإعلام قال انتبهوا للموقف الأردني لأن ذلك تصريحات غير مسبوقة من رأس الدولة الأردنية الملك عبد الله والاتجاه الآخر الأكثر تطرفا قال بأنها لا يجب أن يدرك رأس الدولة الأردنية والحكومة الأردنية أن هذه الخطوط الحمراء ستتواصل وبالتالي أيضا عندنا خطوط حمراء يجب أن ينهي الدور الأردني والوصايا الهاشمية على القدس إذن نحن في معركة سياسية دينية مفتوحة بيننا وبين المستعمرة الإسرائيلية يجب أن نتذكر جيدا أن نتنياهو هو صاحب القرار في 2-7-2018 سمح لأول مرة من عام 67 للوزراء والنواب باقتحام المسجد الأقصى لأول مرة ب2-7-2018 وبالتالي بالأمس كان اللقاء بين نتنياهو وبين غفير ومدير المخابرات ومدير الشرطة وبالتالي هناك غطاء سياسي رسمي حكومي لهذه الزيارة لأنها كما قلت الخطوة الأولى في سلسلة من البرامج العملية التي تستهدف القدس والضفة الفلسطينية نعم سأعود لضيفي دكتور أحمد عوض بعد فاصل قصير لأسمع وجهة نظر ماذا يملك الفلسطينيون من خياراته الحل هو في التوجه لأم المتحدة وماذا يمكن الفلسطينيين أن يفعلوا لوقف مثل هذه الاغتحامات بعد فاصل قصير نواصل بقو معنا نواصل حوارنا وضيفنا الكرام معود دكتور أحمد عوض دكتور أحمد ماذا يملك الفلسطينيون اليوم باستثناء التوجه نحو الأمم المتحدة يملك الكثير يملكون الكثير الكثير جدا أريد أن أعود إلى مسألة الفاشية المتحكمة الآن في في إسرائيل هذه الفاشية الجديدة التي هي تتجاوز بحلولها تتجاوز أسلو تتجاوز الحل الاقتصادي تتجاوز تقليل الصراع تتجاوز صفقة القرن هي تذهب للحسم كما قلت الفاشيين هيك بيفكروا تماما في كل فاشيات الأرض الأوروبية والآسيوية وبالتالي نحن أمام فاشية ليست فوق التاريخ وبالتالي هذا الأمر عندما تذهب إلى الحسم وتبتعد عن كل ما ذكرته أوسلو تقليل الصراع إلى آخره هي ترغب في ما يلي أو تريد ما يلي أولا نسقاط حل الدول الفلسطينية لا تعترب الدول الفلسطينية تريد أن تفكك الفلسطينيين إلى محافظات بالحرف وعشائر ومناطق إلى آخره تريد أن تبعد القضية الفلسطينية عن حضر العربي تريد أن تستولي على المقدسات الإسلامية والمسيحية وتوسيق إليها هذا الأمر عمليا هذا يمثل أمن القوم الأردني لنكن صريحين هذا يمثل أمن القوم الأردني لأنه فيه إيقاظ لجثة ميت اسمها الخيار الأردني وبالتالي العشقاء الأردنيين معنا في الدرر واللحظة والاستقبل والألم والأهداف يجب أن نفهم ذلك وبالتالي الهجوم على المسجد الأقصى بهذه الطريقة وتثبيت حالة من الاستلاء على المسجد الأقصى بحجج كثيرة وبذرائع كثيرة عمليا هذا يمث مش بس الأمن الفلسطيني الأمن القومي الفلسطيني ويمث الأمن القومي الأردني وهذا يدل على أنه إحنا كشعبين يعني يجب أن نمسك جيدا على كل المستويات الدنيا والعليا الآن ما يملكوا الفلسطينيون بعيدا عن المواقف السياسية اللي بعدها مش متبلورة في خطة عمل للضغط على إسرائيل الفلسطينيون يملكون الكثير كما قلت شو يملكوا يملكوا الميدان يملكوا الإرادة يملكوا الصبر يملكوا القدرة على المواصلة وعلى فكرة لا بين كفير ولا غير بين كفير بيخوفنا ولا بيهددنا ولا يعني أنه هذا يجيب الحل السحري بالمناسبة الفاشي عادة بيعتقد أنه بيجيب الحل السحري عادة بيعتقد أنه هو اللي يفهم كل إشي هو اللي يجيب ما قبله ويبدأ من جديد كأنه إحنا بدينا من اليوم الصراع لا هذا ما ما بيأثر ولا بيهز شعره بنا لأنه الشعب الفلسطيني حاضر تفضل 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 دكتور أحمد بس أنا بدي أعرف اليوم ماذا يملك الفلسطيني اليوم شو شو الخيارات اليوم أمام الفلسطينيين على فكرة الفلسطيني اليوم أحسن من زمان شوفوا شو الفلسطيني عنده الفلسطيني عنده وعي مزبوط الآن تماما خاصة أنه وضحة الألوان وضحة المواقف وضح مين في الخندق مين برا الخندق مين ضد الآخرين الآن أيضا فيه جبهة أخرى جبهة مختلفة يسمها جبهة غزة فيه جبهة الشتات فيه في الضفة الغربية المحتلة أشكال جديدة من المقام الشعبية المتعددة للمستويات فيه أشكال جديدة من التحرك الدبلوماسي فيه تحرك دولي فيه جمهات دولية تتشكل شعبية وغير شعبية شهر 12 الماضي شهدت الجميع العمومية انتصارات للحق الفلسطيني والضمير الفلسطيني كان هناك كثير من القرارات الدائمة للحق الفلسطيني لم تعد رواية المحتل هي التي تحتل العالم لم تعد أكاذيب وأضاليل المحتل هي التي تحتل عنوين الصحف أو الشبكات العالمية لا لأنك فيه تغيرات عميقة جدا العالم يتغير على فكرة معهد الأمن القومي عندما ذكر التحديات في القريبة ذكر التحولات في العالم هناك تحولات كثيرة في العالم الفلسطيني يكون ذلك على فكرة في الميدان لأنه الصبر والإيمان والقدرة والمروني والإبداع والمبادرة في الميدان هي قادرة على أن تشوش أي شيء أو تحبط أي شيء لا يريد الفلسطيني وإذا أضفت إلى ذلك أخوتنا والشقاء العرب بغض النظر على أسميهم وأولهم الأشقاء في الأردن اللي هم أخوتنا في الضرر والألم والمستقبل والمصير نحلوف بخير بإذن الله تعالى أشكرك كل الشكر دكتور أحمد رفيق عواضي الكاتب ومحل السياسة كنت معنا وبشرة من رماله شكراً جزيلاً لك أسمع رأيك سؤال أحمد والسؤال اليوم ما المطلوب من الفلسطينيين في الداخل ومن الصوت الفلسطينية من الفصائل الفلسطينية من ضمن التحرير ما المطلوب شكراً أولاً الحقيقة بدي أذكر الشيخ عكرمة جاب هيك بشكل سريعاً سنة 2017 الحقيقة في شهر تموز سنة بـ 14 تموز 2017 حاولت حكومة نيتنياهو فرض الكاميرات الذكية والبوابات الحديدية والحقيقة بعد أسبوعين من النضال الفلسطيني والصمود والاعتكاف فرضوا على نيتنياهو التراجع عن هذا البرنامج وفي شهر شباط 2018 حاول ذلك أيضاً مع كنيسة القيامة وأغلقت لأول مرة من مئات السنين كنيسة القيامة في وجه المصلين وفرضت على نيتنياهو التراجع إذن النضال الفلسطيني على الأرض في الميدان مشهود له ويمكن أن يحقق نتائج ولكن ليس هذا هو المطلوب فقط أولاً المطلوب تحدثت عن الفصائل المنظمة التحريف الفلسطينية المطلوب أولاً الوحدة الوطنية الفلسطينية هناك انقسام فلسطيني بين فتح وحماس بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة هذا الانقسام رشوة مجانية خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي وبالتالي لا يجوز أن يبقى هذا الانقسام لننظر إلى المستعمرة الإسرائيلية رغم أنها تخوض صراع في سوريا في لبنان في داخل فلسطين إلى آخره ومع ذلك في انتخابات لذلك الأحق بإجراء هذه الانتخابات الشعب الفلسطيني إذن الخطوة الثانية هي إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية حتى تقدم تجديد للشرعية الفلسطينية وتجديد القيادة الفلسطينية إذن الوحدة الوطنية الفلسطينية أولاً والانتخابات ثانياً وأيضاً حركة فتح باعتبارها العمود الفقري لمنظمة التحرير هي كما يقولون عن أنفسهم أول الرصاص وأول الحجارة لم تعد أول الرصاص وأول حجارة في مثل هذا الوضع يحتاجون لإعادة وحدة حركة فتح اللي يعني يسودها انقسامات عديدة وحدة فتح وحدة فصائل منظمة التحرير انتخابات فلسطينية هذا الذي يمكن أن يشكل الرد العملي الملموس الذي يشكل رداً مباشراً على الاحتلال الاحتلال هذا حكومة هذا نتنياهو لأنه دقق خمس انتخابات خلال ثلاث سنوات حصلت لدى المستعمرة الإسرائيلية بينما الفلسطينيين من سنة 2006 إلى اليوم انتخابات واحدة للرئاسة والتشريعي وتوقفت أين هي الشرعية الفلسطينية الشرعية الفلسطينية عبر عاملين النضال والانتخابات طيب النضال مع الأسف مختصر على الشباب والصبايا بمبادرات كفاحية في مواجهة الاحتلال ولكن فصائل المقاومة وخصوصا فتح وحماس من المستفيدين بالاستئثار بالسلطة في رمالة والاستئثار بالسلطة في غزة كلاهما يتلقى الدعم والإسناد من الاحتلال الرواتب رواتب فتح في رمالة بتم أخذها من وزارة المالية الإسرائيلية ورواتب حماس تأخذ عبر الشين بيت تأتي بالشنط عبر السفير العمادي السفير القطري إلى حماس بموافقة المخابرات الإسرائيلية كيف يمكن أن يسمح المخابرات الإسرائيلية لحماس المتطرفة بنوجهة نظر أخرى بنقل الأموال إذن في هناك حالة من الأسر لدى فتح ولدى حماس من قبل الاحتلال الإسرائيلي هذا الذي يجب أن يتحرر أن تتحرر القيادة الفلسطينية من ارتباطاتها التنسيق الأمني بين رمالة وتل أبيب والتهدية الأمنية بين غزة وتل أبيب هذا هو الرد العملي الملموس تطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي الفلسطيني هذه قرارات فلسطينية مؤسسات فلسطينية ولذلك أنا كمواطن أردني متابع مرتبط بالأمن الوطني الفلسطيني وبالنضال الفلسطيني وبالمستقبل الفلسطيني أنا كمواطن أردني أشعر بالحزن أن يكون ذلك في الوضع الفلسطيني ولذلك مرة أخرى وحدة فتح وحدة ملظمة تحرير وحدة فصائل وأدوات النضال الفلسطيني على ثلاث قواعد أولا أن يكون هناك برنامج سياسي مشترك لكل فصائل مقاومة اثنين مؤسسة تمثلية موحدة وهي منظمة التحرير وسلطتها الفلسطينية على الأرض ثلاثة أن يختاروا الأدوات الكفاحية هم الذين يختارون الأدوات الكفاحية وليسا نحن بيختاروا الكفاح المسلح بيختاروا الانتفاضة الشعبية بيختاروا المفاوضات بيختاروا التوجه نحن نحترم خياراتهم ولكن هذه الخيارات يجب أن تعكس وجهة لا تتأمل خيرا بعد قمة الجزائر الأخيرة مع الأسف يعني الجزائر بذلت هذا الجهد كما سبقوا بذلت القاهرة وموسكو وتركيا والعديد من من الأصدقاء والأشقاء ولكن الاستئثار كلمة الاستئثار هناك استئثار في رمالله هناك استئثار في غزة وبالتالي في حالة مرضية لعصبوية ذاتية ضيقة من هذا الطرف ومن ذاك صحيح أن حركة حماس قامت بانقلاب ولكن كان هذا قبل 15 سنة من هنا إنهاء هذا الانقلاب لا يتم إلا عبر الانتخابات وعبر الوحدة وبين كل الالتجاهات والفصائل هذا الذي يمكن أن يعطي رد عملي ملموس وأيضاً يجعل كل أطراف التطبيع مع المستعمرة الإسرائيلية في حالة من الحرج لما بيكون في موقف فلسطيني موحد في رمالة وفي غزة الفصائل كلها منظمة تحرير كلها هذا بعكس حالة الحضور والنمو والنهوض الوطني الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ومع الأسف بكل مرارة هذا الانقسام الذي ساد بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة بين فتح وحماس امتدى لمناطق التمانية واربعين الآن الحركة الإسلامية خارج الائتلاف الوطني مع الجبهة الديمقراطية للسلام والمسواة مع الحركة العربية للتغيير ومع التجمع الوطني الديمقراطي هذه الأطراف الأربعة في مناطق التمانية واربعين حينما توحدت بموقف سياسي وبمؤسسة انتخابية واحدة بـ 22 خمسة سنة 2017 أعطوا 15 نائب في البرلمان وكانوا الكتلة الثالثة الآن الذي حصل في انتخابات واحد 11 شيء معيب معيب جدا كل الأطراف تتحمل المسؤولية ورجعوا إلى العشر مقاعد وهزمت التجمع الوطني الديمقراطي جاب 138 ألف صوت وكان يحتاج إلى 154 ألف صوت هذه الأصوات حسب القانون لمن ذهبت إلى الليكود وإلى الصهيونية الدينية وإلى هناك مستقبل يائير لبيد يعني الأحزاب الكبيرة التي حققت نتائج الليكود 32 مقعد هناك مستقبل 24 مقعد الصهيونية الدينية 14 مقعد أخذوا هذه الأصوات وازداد نموهم وقوتهم فيها إذن هذا عدم الائتلاف بين القوى السياسية في التمانية وعربعين قد قدمت خدمة لليمين الإسرائيلي المتطرف لو بقى الائتلاف قائم بين الأحزاب الأربع التي ذكرت كان هذا نتنياهو والصهيونية الدينية ما نجحوا كان بيكون الائتلاف الوطني الفلسطيني هو صاحب القرار هو الحاسب هو الضمان إذن الرسالة ليست فقط لضفة وقطع غزة إذن الداخل الفلسطيني نعم وهذا كله هو الحل الوحيد لمواجهة ما سيكون في قادم الإيام الحل الأفضل والأنقى والأرقى وأيضا هو الذي يعطي نتائج نعم أشكرك كل شكر للكاتب محل السياسي وصد حماد أفراعن على وجدك معنا شكرا جزيلا لك مرحبا